يكمل أبو الفدا ثم دخلت سنة 56 و 600 ذكر استيلاء التتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية في أول هذه السنة قصد هلاقا ملك التتر بغداد وملكها في العشرين من المحرم وقتل الخليفة المستعصن بالله وسبب ذلك تعليق ماذا تتوقعون السبب فبعد أن تحدث عن مؤامرة في تنصيب الخليفة الضعيف وبعد أن استبدت دويدار والشرابي وسيطروا على مقاليد الأمور هو الذي ذكر هذا وبعد وسوستهم وتسويدهم للخليفة بقطع الأجناد وتسريحهم من أجل جمع المال واقتنازه وبعد وسوستهم وتسويدهم للخليفة العوبة بمدارات التتار بدفع الأموال لهم بكل ذلة ومهانة وخسة ونذالة وخيانة وبعد أن ذكر واقعة هزيمة التتار أمام جيش الخلافة الذي قصد بغداد قبل سنوات فإنه يتنازل عن عقله لصالح العاطفة والطائفة والمذهبية فيذكر سببا غريبا لسقوط بغداد لنقرأ السبب قال وسبب ذلك أن وزير الخليفة مؤيد الدين بن العلقمي كان رافضيا وكان أهل الكرخ أيضا روافض فجرت فتنة بين السنة والشيعة ببغداد على جار عادتهم فأمر أبو بكر بن الخليفة وركن الدين الدوايدار أمروا العسكر فنهبوا الكرخ وهتكوا النساء وركبوا منهن الفواحش فعظم ذلك على الوزير بن العلقمي وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد وكان عسكر بغداد يبلغ مئة ألف فارس فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم إذن من الذي قطعهم المستعصم ليس ابن العلقمي من الذي سول المستعصم الدوايدار والشرابي وصار عسكر بغداد دون عشرين الف فارس وأرسل ابن العلقمي إلى التتر أخاه يستدعيهم فساروا قاصدين بغداد في جحف العظيم تعليق أليف سؤال لأبي الفداء وللتيمية من ورائه لماذا لم ينتصر جيش الخليفة على التتار كمن تصر سابقا عليهم وهزمهم شر هزيمة با سؤال للمثقفين وللعرب خصوصا وللمثقفين منهم وغير المثقفين للمنصفين وغيرهم للعقلاء وللأغبياء ولفاقدي العقول للذين بذلوا كل جهد بل توسلوا وأذلوا أنفسهم من أجل الحصول على مباركة وتأييد ودعم أمريكا والغرب بالدعم الإعلامي والسياسي والعسكري من أجل إسقاط الأنظمة والتخلص من سيطرتها وسيطرة الجهات المرتبطة بها فبأي مبرر شرعي أو أخلاقي برر لكم وشرع لكم الاستعانة بقوى أنتم تصفونهم بقوى كفر واحتلال واستعمار وإجرام لكني لا أتحدث عن استعانتكم بالمحتلين الكافرين ضد الشيعة الروافض أو العلوية والإسماعيلية الملاحدة والفاطمية أو الصفوية أو المجوسية بل كلامي عن الحكام والأنظمة العربية والحكام العرب السنة عن الحكام العرب والأنظمة العربية السنية في البلدان العربية التي لم يصدر منها من قبح وفساد وإجرام ما يصل إلى واحد بالألف بل ولا واحد بالمليون مما وقع على الشيعة من قبل السلطة الحاكمة في بغداد بزعامة الدويدار والشرابي والمماليك الأتراك فلم يصدر من الأنظمة العربية من نهب مدنكم ولا هدك نسائكم ولا ركبوا من نسائكم الفواحش كما فعل الدويدار وجنده في الشيعة في بغداد فهل تبررون لأنفسكم الاستعانة بأمريكا ودول الغرب الصليبي وتستنكرون ذلك كليا على ابن العلقمي على فرض التنزل بأنه استعانى بالمغول وكان السبب في سقوط بغداد وخلافتها حسب إكذوبات وخزعبلات وخرافات وتدليسات ابن تيمية وأمثاله نكتفي بهذا المقدار عن ابن العلقمي وقلنا أيضا ما ذكرناه سابقا وما سنذكره لاحقا أيضا له علاقة بالنقطة الثانية عن ابن العلقمي ممكن الاستفادة